اشتركوا في القناة ونجحت في ذلك والتحدي الذي امامنا اليوم هو الاستمرار في التميز في ظل التنفسية التي يشهدها عالم المال والاعمال والتي لا مكان فيها لمن يكتفي بحد معين ولا يبحث دوما عن الابتكار والتميز وقال سموه نفخر بمؤسساتنا المالية والمصرفية التي تحرص دائما ان تكون سباقة في تبني الابتكارات التكنولوجية في الاعمال المصرفية ويزداد فخرنا حينما يكون ابناؤنا على رأس هرم هذه المؤسسات وتحقق قيادتهم لها نجاحات محلية واقليمية عالمية تعكس ما يتميز به المواطن البحريني من قدرات وابدع وحث سموه على الاستمرار في الابتكار وتبني كل ما هو جديد لتظل البحرين دوما متبوعة في تميزها بكل مجال وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم سعدت السيد رشيد محمد المعراج محافظة مصرف البحرين المركزي وعددا من القيادات المالية والمصرفية بحضور عدد من المسؤولين حيث تفضل سموه بتجشين اطلاق شبكة ايزي المالية وهي شبكة مالية للدفع عن طريق بصمة اليد وبهذه المناسبة عرب سموه عن خالص التهاني للقطاع المصرفي في مملكة البحرين على تجشين هذه الشبكة المالية المتطورة والفريدة من نوعها والتي من شأنها تعزز من مكانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة وترتقي به الى مصاف الدول المتقدمة في عالم التكنولوجيا المالية المتطورة واكد سموه ان مملكة البحرين حرصت منذ سنوات على تأسيس منظومة قوية للقطاع المصرفي وهو ما وفر لها مقاومات النماء والتقدم حتى باتت مركزا ماليا ومصرفيا رائدا في المنطقة وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على همية الاستمرار في عمليات التطوير والتحديث للقطاع المصرفي ومواكبة كل جديد من شأنه ان يرتقي بهذا القطاع الحيوي ويعزز من دوره في نماء الاقتصاد الوطني منوها سموه بما يبديه القطاع من كفاءة واقتدار في مواكبة التطور العالمي في هذا المجال وهو ما اثمر عن ارتقاء ملموس في مستوى ونوعية الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والمقيمين وعرب سموه عن جزيل الشكر والتقدير لشركة ايزي للخدمات المالية والقائمين عليها وجميع الجهات المشاركة على الجهود التي بذلوها في الاعداد لهذه الشبكة الرائدة التي ستنقل مملكة البحرين الى افاق جديدة في عالم الصناعة المصرفية متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح واعرب سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي باسمه ونيابة عن الحضور عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السموه الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضل سموه ورعايته الكريمة لهذا الحدث الهام في مسيرة القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين واكد ان سموه هو الداعم الاول للقطاع المصرفي وبفضل توجيهات سموه السديدة ومساندته المستمرة لهذا القطاع استطاع ان يحقق العديد من النجاحات التي تشهد بها التقارير الاقتصادية المتخصصة اقليميا ودوليا من جهته اشاد السيد احمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لبنك اثمار بدعم صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء للمصارف الاسلامية وتعزيز اسهاماتها ودورها واشار الى ان تتشين اطلاق شبكة ايزي المالية يشكل نقلة في مسيرة العمل المالي والمصرفي في مملكة البحرين اذ سيسهم في تطوير مستوى الخدمات المصرفية وربطها باحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا الحديثة الى ذلك عبر السيد عدن يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية رئيس مجلس ادارة جمعية مصارف البحرين عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضل سموه بالرعاية الكريمة لتشين شبكة ايزي المالية بما يجسد ما يوليه سموه من دعم ومساندة لهذا القطاع ليقوم بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني معلنا عن انضمام بنك البركة في البحرين الى هذه الشبكة المالية ليكون البنك الثاني داخل مملكة البحرين الذي ينضم اليها بعد بنك الاثمار من ناحيتهما رفع السيد جمال علي الهزيم والسيد نايف توفيق العلوي الرؤساء التنفيذيين بشركة ايزي لخدمات المالية عن شكرهما العميق لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضل سموه بتدشين الشبكة المالية الجديدة وهما يجسد اهتمام سموه اللامحدود بالقطاع المصرفي ودعم سموه المتواصل لكل ما يرتقي باثر هذا القطاع كأحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني واشارا الى ان شبكة ايزي المالية للدفع عبر بصمة اليد ستتيح لجميع البنوك المشاركة امكانية توفير وسيلة تكنولوجيا مالية لعملائها تمكنهم من القيام بجميع المعاملات المصرفية المتعلقة بالسحوبات النقدية عبر اجهزة الصراف الالي والدفعات النقدية عبر نقاط البيع المتشرة في مملكة البحرين من استخدام بصمات اليد الحية لتنفيذ هذه العمليات المصرفية عوضا عن الاستخدام او اللجوء الى البطاقات المصرفية البلاستيكية او اجهزة الموبايل وذلك باعلى مستوى بين الحماية والامان والسهولة حيث ستحل بصمة اليد كمؤشر امن لتنفيذ هذه العمليات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر